اشتركوا في القناة وهو الإخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب من الاتصال بينها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلك أكمل باعتقاد تأثيرها في الحادث التنجيم مصطلح مأخوذ من النجوم وهو عبارة عن الخبرة في مدلولات حركاتها وهيئاتها فإن رؤيا النجم كبيرا دل على وإن كان النجم مرتفعا دل على وإن تقارب نجم مع آخر دل على شيء وهكذا بالأول هذه الأمور قد تكون من تجارب الأجيال يتوارثونها فيكون وضع القمر على قرنه أو على ظهره أو 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 فيكون مصادفا لحالات تتبعها الناس فورثوها فيقولون إن كان هكذا دل على حرب إن كان هكذا دل على رخاء مثلا يعني من باب المثال وتقارب النجوم فيما بينها دل على حروب في أماكن رؤيتها وارتفاعها يدل على راحة أهلها أهل تلك البلاد وانخفاضها على وهكذا أقول هذا من محكيات الناس ومن محكيات الأجيال هل يكشف مثله هذه الأحداث بالضرورة؟ قلنا لا تختلف وتتخلف لأنها أمارات غير علمية يعني هذه المرئيات ليس بالضرورة أن تحكي هذه النتائج من غلاء ومن رخص ومن حرب ومن غش ومن لنفرض لنفرض أنها كل ما رؤيت بهذه الهيئات حصل ما توارثه الناس أيحرم مثل هذا الإخبار؟ أيحرم مثل هذه المعنيات؟ المعاني يعني السيد يقول حفظه الله يقول ليس الإخبار بذاته حراما وليس التأمل في تلك المداليل حراما إنما الحرام أن يعتقد الرأي أو المخبر بأن تلك الحادثات ناشئات من الفلك بمعنى إن الفلك يؤثر في الطبيعة لأن المؤثر هو الله عز وجل أعيد الكسوف والخسوف هو الذي يميت عالما لا وهو الذي يميت عالما كثيرا لا كما حصل هذا في زمن المعظم المصطفى صلى الله عليه وآله عندما مات ولده الكريم إبراهيم صودف يومها كسوف شمس فاعتقد الناس لكرامة النبي صلى الله عليه وآله فاعتقد الناس أن هذا الكسوف كان علامة على موت نبي أو ولد نبي أو 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 فخطب النبي في الناس صلى الله عليه وآله وكان مما قاله أيها الناس إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله أو إن الكسوف هو الكسوف ألا وإنهما لا تنكسفان لأحد هذا من جهة لا تنكسفان لأحد يعني لا تكون بالضرورة علامة على وإن توارث الأجيال مثل هذه المحكيات فتختلف وتتخلف بس لنفرض إن المعتقد بأن هذا الكسوف هو ذا الذي أمات وهو الذي أحيا وهو الذي أغلى وهو الذي أرخص وهذا حرام هذا يناقض أصل عقيدتنا إن المؤثر في الكون كله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى لا مؤثر معه ولا مؤثر سواه هذا ما يشير إليه المصنف لا مؤثر مع الله ولا مؤثر سوا الله أقول ألسنا نعرف أن الكون يؤثر كله بعضه ببعض ما من عنصر في الكون إلا ويعد عنصرا في الكون أليست عناصر الكون من حولنا كلها علل إعدادية كلها علل إنتاج علل مساعدة في الإنتاج علل معدة للإنتاج فالشجر والبشر والحجر والماء والهواء والحرارة والبرودة كلها تؤثر بعضها وأقول صحيح هذه خلقت لتؤثر الاعتقاد الفاسد هو أن نعتقد أو تعتقد بأن هناك في الكون ما يؤثر استقلالا يعني هو شريك في التأثير لله عز وجل بينما الذي نعتقده نحن أن عناصر الكون خلقها الله بقابلية التأثير وفاعلية التأثير واضح؟ هذا هو الرجل والمرأة يؤثران في الإنجاب البذر والطرب يؤثران في الإنبات صحيح كلها علل معدات لكننا نعتقد بأن الله تبارك وتعالى أقدر الرجل وأقدر المرأة يعني خلقها قادرة على وخلقه قادرا على وخلق التربة في أهلية كذا وخلق الماء في قابلية كذا وهكذا ليس هذا هو الممنوع إنما الممنوع أولا الاعتقاد بأن النجوم مؤثرات لأنها كانت عقيدة فاسدة عند أقوام عبر القرون كانوا يعبدون الشمس والقمر كانوا يعبدون النجم والكوكب وقد حكى الله تبارك وتعالى هذا المعتقد الفاسد في زمن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآلهما السلام إن قوما عبدوا الشمس ولا يزالون إلى أيامنا تجد من يعبد الشمس وآخرين يعبدون القمر وآخرين يعبدون الكواكب وآخرين يعتقدون بتأثير الطبيعة الاستقلالي وهكذا هذا المعتقد هو الفاسد أما أن ينبأ عن مجريات من حركات فلكية دأب عليها الأجيال من غير اعتقاد بتأثيرها المستقل أو من غير اعتقاد بتأثيرها الشريك مع الله عز وجل فلا ضير فيه ومن هذا الإخبار بالكسوف والخسوف والنيازك وقرب الكواكب واستقاكها واستدامها وكل هذا إنباء علمي وإخبار علمي فلا ضير فيه بالعكس يمكن يكون راجح مندوب يمكن أن يكون راجحا مندوبا يقول التنجيم إذن هو الفن المأخوذ من كلمة النجوم حيث إنه فن قام على أكثره كقام عليه أكثر القرون الماضيات وهو ما هو المراد بالتنجيم هنا علم النجوم ممنوع كلا بالعكس نحن مأمورون بالقرآن بالنظر في الآفاق والتأمل في الفلك بل شريعتنا في كل عباداتها قائمة مواقيتها على حركات الفلك من عباداتنا الساعاتية اليومية كالصلاة المفروضة ومن عبادات شهرية كأفعال الشهور وأعمالها مثل شهر رمضان وسنوية كالحج وهكذا ما من عبادة إلا وهي مؤقتة على حركات الفلك فنحن أهل هذا الاختصاص ويندب العمل فيه ويرجح مواقيت صلاتنا وإلى آخره لكن ليس هذا المراد التنجيم هو ذلك الفن الذي كان اعتقادا منهم بأن الفلك يؤثر في الحياة يؤثر هذا المعتقد الفاسد فقط التأثير أو شريكا مع الله أما تباعية لتأثير إرادة الله فيه هذا عين الحق نحن نعتقد بأن عناصر الكون كلها بأن عناصر الكون كلها كلها تؤثر في جميع من حولها وفي جميع ما حولها صحيح هذا تأثير تباعي هكذا أرادها الله فامتثلت فخلقها مؤثرة إذن وهو الإخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها خب ما الضير في هذا سيدنا أن يعتقد الأجيال عبر القرون بأنه إذا تقارب النجم الفلاني مع النجم الكذائي دل على غلاء أقول انتظر ليس الإخبار بذاته حراما إنما الإخبار عن الغلاء وا 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 استنادا إلى حركات الفلكية وما الضير في هذا سيدنا هو استنادا إلى حركات الفلكية قال انتظر بعد والطوارئ الطارئ على الكواكب من الاتصال بينها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلك وثم ماذا سيد هذا الإخبار ما ضيره قال باعتقاد تأثيرها في الحادث هو هذا الممنوع إخبار كذا وكذا وكذا باعتقاد أنها هي التي أثرت في هذه الحادثات حدث غلاء آه سببه زحل حصلت حروب ها سببها المشتري عليه اللعنة مثلا مشتري زحل مثلا غزت دولة دولة ها هذا من فعل عطارد عليه اللعاء لا بس إذا رؤيا عطارد أو زحل أو بهيئة ما عبر قرون الناس وتجاربها يدل على حرارة شديدة أو بردش وما الضير في هذا أقول ليس هذا الضائر ليس هذا هو الممنوع الممنوع أن ينسب التأثير في البرودة والحرارة إلى زحل أو عطارد أو المشتري ينسب إله يعني يقولون إنه رب البرودة إنه هذا خالق الحروب إن هذا وكانوا يعتقلون هكذا ظهر نجم البؤس وهذا رب البؤس وكان عندهم أرباب رب للبرد ورب للحر ورب للبؤس ورب للسعادة ورب للطلاق ورب للزواج ورب ويناجونه وينادونه على كل هذا هو المعتقد الباطل هذا هو بعض باعتقاد باعتقاد تأثيرها في الحادث الحادث يعني الذي حصل الحاصل على وجه الاستقلال فإن زحل رب للسعادة وإن المشتري رب للزواج وإن ما أدري واحد منهم بعد هذا للطلاق وذاك للموت وذاك هذا على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله يعني هو شريك الله في إسعاد الناس أو شريك الله في ترخيص الأسعار أو شريك الله في الطلاق أو شريك الله في الزواج مثلا يعني فإن المشتري هو الذي يدب الصخط في قلوب النساء فتطلب الطلاق مثلا بالشراك مع الله وحده لا شريك له في الخلق وفي التأثير وفي الإجراء وفي الإبداء وفي الإنهاء سبحانه وتعالى يقول السيد أو أنت تقول السيد تقول سيدنا أليس الكون يؤثر بعضه ببعض ببعضين قال بلى دون مطلق التأثير دون مطلق التأثير فإنه لا ينكر عللا معدات في الكون العاقل لا عاقل في الكون ينكر أن كل شيء يؤثر في كل شيء لكنه تأثير مفطور عليه مخلوق عليه هكذا مخلوق به هكذا الكون وطبيعته إعداد واستعداد أوجده أوجده الله معدا ومعدا هكذا ولكن التأثير المباشر له أما التأثير المسبب والمهيئ والمعد هو لله سبحانه وتعالى هذا بلا شك ولا ريب هذا اعتقادنا الرجل والمرأة والماء والتراب والبذر وواوا يؤثر كله في الإنجاب كله يؤثر هذا من الإعداد والاستعداد يسمى عللا معدا هي المباشرات في التأثير وهو سبحانه المهيئ والمؤسس والمسبب دون مطلق التأثير انتهى سيدنا أين هذا من الإخبار بالكسوف والخسوف وتولد القمر ومحاقه وحركات الفلك أين هذا منه قال أين هذا من النجوم من التنجيم أين هذا من التنجيم التنجيم مصطلاح يشير إلى معتقدات دينية فاسدة كانت سائدة عند أقوام أو يمكن أن تكون ما زالت سائدة عند بعض باعتقاد الربوبية أو ما يشبه ذلك من الألوهية والتأثير هذا هو الممنوع نعم يقول السيد نعم لا نحرم مثل هذه الإعلانات والإعلامات بمطلق التأثير يعني بمطلق التأثير لا نحرمها نعم هو قال لون مطلق التأثير إلا إذا أخبرها عن كذب إلا إذا أخبرها عن غير علم فينشأ من هذا كذب وتدليس على الحقيقة عن الحقيقة فيحرم لا من باب الإخبار بذاته لا من باب الاكتشاف بذاته إنما يحرم من باب الإخبار غير المحق قال نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور بل أزيدك هو السيد أقحمها في الفتوى تنويها بحرمة الكذب والإخبار غير المحق قال نعم يحرم الإخبار عنها بغير علم مدعيا بل وبغيرها يحرم الإخبار بغير علم فيها وفي غيرها ومطلق وماذا يشبهها هذه قال وليس من التنجيم المحرم آه التنجيم المحرم والعلم النجوم علم متسع عريض بعرض هذا الكون ومنه الخصوف والكسوف والأهلة والمحاق قال وليس من التنجيم المحرم الإخبار عن الكسوف والخصوف والأهلة واكتران الكواكب وانفصالها بعد كونه ناشئا يعني هذه التحركات ناشئا عن أصول وقواعد سديدة أتعرف ما هذه القواعد السديدة نسبة الخطأ فيها صفر نسبة الخطأ في حركاتها صفر وإلا لو كانت فيها فواصل لاختل الكون ولم يستدم من ذمن آدم إلى يوم الناس هذا بل إلى يوم الدين طبيعة صارخة بالفقر إلى المولى سبحانه وتعالى كون صارخ بالتوحيد ناطق بوحدانية الإله المدبر عز وجل فهذه ناشئة عن قواعد علمية سديدة لا خلل فيها ولا خلاف فيها أبد على الإطلاق حركات مرعية الإجراء بقانون رباني خاص هذا فن بذاته من اطلع عليه سبح عظمة الله تبارك وتعالى لكثرة ما فيها من دقائق الأمور وإعجاز يقول هذا شيء وهذا شيء التنجيم هو الاعتقاد بالتأثير والربوبية والإخبار عن علاقات الفلك واقتراناته كما سأل الناس النبي صلى الله عليه وآله بقول الله تعالى في القرآن ويسألونك عن الأهلة أو سألوه لما يضعف لما يكبر لما يختفي لما يظهر لما يستدير لما ينقص لما يزيد ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيد للناس والحاج وتحدث المولى عز وجل في القرآن العظيم عن حركات فلكية وعن أشكال وهيئات النجوم يقول السيد هذه ناشئة عن أصول وقواعد سديدة يعني سديدة يعني مسددة يعني الله خلل فيها وليس في مقام مدح هذه القواعد والوصول هو في مقام توصيف يقول قواعد لا تختلف إلا إذا حيث خلقها الله مرعية الاختلاف في لحظة كرد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام قد يأتي بعض ويقول لك لما لم يختل الكون إذا هذه منظومتنا الفلكية إذا ردت الشمس توقفت الشمس إلى آخر بحركة ما لما لم يختل الكون ألا تقول إنها قواعد سديدة لا تختلف ولا تتخلف أقول صحيحي لكننا نرعى إمكانية أن يكون الفلك كله دائر بحركات منظمة منتظمة مخلوق على هذا النظام موجود فيه في لحظة كيت وكيت وكيت في لحظة كذا يعني من جملة النظام هذا يقف لحظة ويستمر ويبقى على حاله أنت تكلم عن نظام هائل إذن لا ضير في أن يكون من الأساس مرعية التوقف هنا ومرعية الانخفاض هنا ومرعية الوصول إلى هنا وهكذا واضح المراد جيد وكون الخطيب سيدنا إذا كانت قواعدها سديدة وكانت أصولها لطيفة بحيث اللطف الشديد فيها فما هذا الخلاف في الحساب الذي يرى يقول هذا من خلاف من خطأ الحاسبين ليس من خطأ المحسوم وكون الخطأ الواقع فيها أحيانا ناشئ من الخطأ في الحساب وإعمال القواعد كسائر العلوم كعلم الطب وسواه كم فيه من الأخطاء جسم الإنسان هو جسم الإنسان طبيعة هي الطبيعة الفلك هو الفلك يخطئ الناس لفقرهم وضعفهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فقراء ذهنا فقراء قدرة فقراء جسدا فقراء في كل شيء فقراء في حياتكم وموتكم أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني المطلق الحميد المطلق فأخطاؤكم لا أخطاء الفلك وأخطاؤكم لا أخطاء الجسد وهكذا مسألة الغش حرام لطيف التعبير الغش حرام مطلقا تكليفا ووضعا على صور ووضعا في الجملة هو محرم تكليفا محرما محرم ما هو الغش طبعا الغش يا أحبة مفهوم مأنوس في الأذهان بمعنى معروف ما هو ومأنوس في الأذهان لكثرة حصوله لا ينكره أحد ومن المؤسف أن النبي صلى الله عليه وآله جعل الغش خروجا من الدين وبعدا عن ربقة المؤمنين لشدة المبالغة في ذمه وتقبيحه لا يجب أن ينتسب إلى مؤمن لا يجوز أن ينتسب إلى مؤمن ولا يصح أن ينتسب إلى كامل إلى كريم إلى محترم الغش فقال من غشنا ليس منا خروج عن ربقة الإيمان وربقة المؤمنين أصلا من الكبائر من الموبقات من الدنايا من الرذائل فيأباه كل حر إذا التفت إليه وإلى خطورته بل هو الخيانة بل هو الغدر فالغدر والخيانة مفهومان قبيحان جدا لا يتصف بهما عاقل ويقبل لا يرتضي حر أن ينتسب إليه مثل هذه الألقاب والصفات بالخائن والفجور والغدر وغيرها والغش هذا الغش هو مصداق من مصادق هذه الرذائل وما أكثر انتشاره بين الناس ويعده الناس حنكة ويعد في أيام الناس وفي أسواقهم ميزة التجار من أقبح الرذائل ومن أسقط الموبقات الغش قلت ينتسب إلى كل رذائل الغش بأصناف بموارد قد يمزج المبيع الحسن المطلوب مع الفاسد مثلا قد يمزج القمح مع التراب وهذا غش وهذا فرد واضح من الغش وقد يمزج القمح الجيد مع القمح العادي وهذا غش وقد يمزج قمح بصفات مطلوبة في البايع بصفة بقمح بصفات أخرى هذا غش بل أقول إن مزج مع المطلوب بيعه شيء ما المطلوب بيعه المطلوب شراؤه بين المتبايعين إن مزج معه غيره من ما يباع لكن بالأرخاص مثل القمح المطلوب هذا غير القمح المطلوب هذا مزجه ما غش بعد قد يمزج مع المطلوب بيعه ما لا يباع أصلا مثل الطراب يمزج بالقمح هذا غش قد يمزج معه ما يفيد لكنه غير مطلوب بالباع مثلا كمزج الحليب كمزج الماء بالحليب قل ماء له قيمة ليس هذا ما اتفقنا عليه ألا أشتري ماء قد يطلى فيموه كالحديد عندما يطلى بفضة وتشترى على أنها فضة هذا غش بل أزيد ولعنط الله على يزيد لو أمنتك أنت البائع أنا المشتري فليلتفت إليها الكرام من التجار والكرام من الناس فإنها على حد الخروج من الدين هذه الرذيلة لو أمنتك اعتمدت عليك أنت البائع وأنا المشتري اعتمدت عليك في توضيب صنف في توضيب هذا الصنف في توضيب يعني تعليب في توضيب هذا المبيع جيد اعتمدت عليك قلت هذا أعطنيه واعتمدت على صداقتي معك واعتمدت على أمانتك اعتمدت على لطافتك وهذا المبيع كان معيبا هذه إشارة خفية لأنه لما العيب يكون ظاهرا يسقط الخيار أليس كذلك مثل أن تشتري سيارة مثلا أن تشتري سيارة أو تشتري خضارا بين الفساد سألتني هذا بكم هذا لا تشتري أنت مني مثلا ألف شو تقوله هونجرام تشتري باوند أو كيلو من الخضار يجب عليه أن يعطيك السليم بس مرة أن تقول بعني هذا هذا بكم وهذا ظاهر العيب فلك أن تشتريه ولك أن تعترض عليه ذاك إليك مرة أخرى هذا ليس من الغش إذا كان العيب ظاهرا ليس من الغش صحيح بس إذا كان العيب مستورا ستر العيب هو الغش طيب ما رأيك بهذا الحكم الذي سأطرحه بهذا الأمر الذي سأطرحه إن شيئا ما أردت شراءه وعيبه ظاهر عيبه ظاهر يعني حديد ملوي مثلا أو خضار شبه يابسة أو 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 وأنا لم ألتفت إليه لأراه اعتمادا على أمانتك وأخلاقك وأن تعلم أني لا أشتريه وأن تعلم أني لا أريده أن تعلم كبائع بأني أريد السليم جيد اعتمدت عليك فلا يجوز لك توظيب هذا حتى لو كان عيبه بينا وهو ما أشار إليه المصنف حفظه الله في آخر مسألته حيث يقول كما إذا أحرز البائع البائع علم لاحتياله البائع لاحتياله لدنو مكارمه علم البائع اعتماد المشتري عليه في ماذا في عدم إعلامه بالعيب اعتمد عليه وعلم المشتري بأن البائع يعتمد عليه ولا يعلمه فاعتقد أنه صحيح المشتري اعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فإن عدم إعلام البائع بالعيب كمل مع اعتماد المشتري عليه بهذا الشرط غش له غش وأي غش أصلاً إذا ضاعت الأمانة بين الناس سلبت البركة أتعرف ما البركة من ألطف الأحاديث وأخطرها هو ما يشير إلى أيامنا عسى ولعل أو يأتي على الناس أيام أسوأ مما نحن فيه يقول عليه السلام بالمضمون تدخل السوق فلا تجد إلا ذام من لاعن هذا يقول لم أبع ذاك يقول لم أشتري ذلك يقول لم أربح سلب بركة بعد أكثر ويقول عليه السلام من علامات هذا الواقع المأزوم غلاء من غير قحت هو الغلاء يكون لأجل القحت يعني قلة في الإنتاج وكثرة في الطلب ترفع الثمن قلة في التصدير وكثرة في المحتاجين إليه ينشأ منه الغلاء كثرة الطلب مع قلة العدد في البضاعة هو الذي يجعل الغلاء بس أن يكون الأمر مبسوطا وأن يكون المبيع كثيرا وكثير أكثر مما يطلب الناس أكثر مما يطلب الناس لا قحت فيه ولا قلة في الإنتاج والغلاء لماذا ما هو منشأ الغلاء فيقول عليه السلام غلاء من غير قحت بعد ما معنى نزع البركة أنا أتكلم هذا ليس لخصوص توضيح الفتوى إنما نتكلم لمن يستفيد منه سماعا أو التفاة أقول كلمة نزع البركة فليلاحظ إخواننا يقولون في أيامهم كنا نشتري بهذه العملة كذا وكذا 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 ويبقى منها فاضل أما الآن فتنزل بهذه العملة إلى السوق فلا تشتري لك شيئا وإن أكثر من هذا أقول أقل من هذا من المال كان يكفيك كل المهمات الآن كثرة في المال ولا تكفى مهماتك في شيء هذا إن دل هذا هو المضمون في الرواية نزع البركة المال هو وأنت أنت والثمن ثمن والمثمن مثمن ولا بركة فيه لماذا لمسببات لهذا من مسبباته الغش إذا دب الغش بين الناس سلبت البركة في التجارات من التجارات لا خير فيها ولهذه النتائج أسباب مؤلمات إن ذكرناها طال المقام بها قال الغش حرام فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه بعد وسد عليه معيشته ما معنى سد المعيشة هل هو ما يسمى بالبطالة ولا لا أذيق من هذا هو ما يسمى بعدم التوفيق أخو فلان كامل الصفات غير مؤفق أينما يتجه يسلب التوفيق على كل حال سد عليه معيشته ووكله إلى نفسه والعياذ بالله ما معنى وكله إلى نفسه هذه نصيحة أنصح بها إخواننا للالتفات إلى أنصح بها نفسي وأنصح بها إخواني ما يسمى بالشطارة والحذاقة فلتترك جانبا أمام التأييد والتزديد الرباني من اعتمد على ذاته هلك بعبارة سلام وحمد الله هذه هي الطريقة القارونية قارون الباغي الذي كان في زمن عليكم السلام وحمد الله الذي كان في زمن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام عاتبه القوم في شموخه وكبريائه وتكبره وتجبره فكان يمن على الفقراء ويبتز شعور الناس ومشاعرهم من أين فهمناها؟ من قوله إنما أوتيته على علم هذا المال أنا جمعته بعلمي ما يسمى في أيامنا بشطارتي إذا جاءه فقير قال أنت تسلب مالي أنت شاركني في جهدي هل لا كان لك من العقل والتسديد والرشاد كما عندي إنما أوتيته على علم وعلى حذاقة ألا يلتفت أن هذا كله وأنت بالأصل من الله عز وجل ابتلاء اختبار امتحان هو المعطي هو المانع هو الموسع هو المضيق هو المقدر هو الرازق هو هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى إنما أوتيته على علم إسا الناس كل الناس إذا سمعوا اسم قارون لعنوه وكم قارون في أيامنا بل وكم قارون في دواخلنا وإذا استمعوا إلى فرعون شتموه وكم فرعون في دواخلنا وهكذا فالحالة القارونية في الغناء مني مستطيع وأمره واضح بين مشهد الكبر عنده والتكبر هو ما سطره القرآن الكريم بقوله تعالى إنما أوتيته على علم إدارتي هي التي هي أثمالي أصلا النجاح هذه المؤسسة كلها بإدارتي صحيح يعني بشطارتي يعني بحذاقتي يعني بجهدي صحيح هذه كلها فلتكن معدات لكن لا ينسى أن الله قسم الرزق بين العباد وتلك الأيام يداولها وتلك الأيام دول تدول الليالي تتبدل تتحرك تتنقل أحد الملوك كان يمشي في حديقته مأنوس ارتاح إلى الدنيا وارتاحت الدنيا بين يديه فكان مأنوسا وكان بجنبه وزيره قال لوزيره يا فلان ما أجمل الدنيا لو لا الموت ما أجمل الدنيا لو لا الموت قال حفظ الله الأمير وهل تحل الدنيا إلا بالموت قال ويحك وما قصدك قال لو دامت لغيرك لما وصلت إليك هذه الدنيا التي حلت لك والتي جملت أيامها لك لو لا أن الذي قبلك مات لما وصلت إليك تقول ما أجمل الدنيا لو لا الموت وهل تحلو إلا بالموت من الذي ملكك وورثك وأعطاك الذي قبلك لو دامت لغيرك لما وصلت إليك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله مصابي على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر